موسيقى أهلا بكم في إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه من أجل توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص للتعامل مع أثاره ومتابعة لقرارات الحكومة المؤقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقر حفظه الله وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله أعلن صندوق العمل تمكين عن زيادة حجم ميزانية برنامج دعم استمرارية الأعمال كخطوة تحفيزية مستمرة تؤكد على الالتزام في مواصلة تقديم فرص الدعم للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا من جائحة كورونا وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في ستوديو البرنامج السيد أحمد حسن جناحي رئيس قسم أول الشراكات ودعم العملاء بهيئة صندوق العمل تمكي أهلا بكم من جديد مشاهدينا وباسمكم مرحب بضيفي الكريم الأستاذ أحمد حسن جناحي رئيس قسم أول الشراكات ودعم العملاء بهيئة صندوق العمل تمكين مساك الله بالخير أستاذ أحمد مساك الله بالنرسلوري أهلا بيك طبعا تم مؤخرا الإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج دعم استمرارية الأعمال قبل أن نتكلم عن المرحلة الثانية دعونا نستذكر المرحلة الأولى شملت من كانت على مدار ثلاث شهور ما الهدف منها وهل حققت المطلوب منها خلال المرحلة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم والشيء مسي عليك بالخير إذا تسمحني بعد قبل أن تدري الإجابة على سؤالك أحب أأكد شكرنا في صندوق العمل تمكين على تعاونكم الدائم معنا في الصندوق لا سيما للتركيز على برامج مثل هذه تمثل فترة الحالية والآنية للقطاع الخاص المؤسسات والأفراد بشكل عام ضمن طبعا الجهود الوطنية التي تقدمها مملكة البحرين ضمن الحزمة الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة للحديث طبعا عن برنامج استمرارية الأعمال برنامج استمرارية الأعمال جاء في ضوء توجيه جلالة الملكة المفدة عن إطلاق حزمة اقتصادية متكاملة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة الكورونا على مستوى الوطني بشكل عام أفراد ومؤسسات واستكمالا طبعا الجهود التي بدأتها الحكومة الموقرة في شهر ثلاثة في بدايات ظهور هذه الأزمة أعلنت عن حزمة اقتصادية متكاملة تشارك فيها عدة جهات مرة أخرى أنا دايما أحب لما أتكلم عن الحزمة الاقتصادية أقول هي حزمة لا يمكن النظر إلى دعم تمكين بشكل منفصل عن الحزمة صحيح تمكين واحد من الجهات واحد من الجهات والأفراد والمؤسسات في السوق اليوم لما ينظرون إلى دعم الدولة ينظرون إلى الدعم المتكامل إذا النظر في جزئية منها قد يكون شوي إجحاف بحق ما تقدمه الدولة للقطاعات المختلفة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أعلنت عن هذه الحزمة الاقتصادية في بداية شهر ثلاثة ومنتصف شهر ثلاثة وطبعا استكمالا لهذه الجهود أيضا كان فيه متابع وتوجيه من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو للعهد ناب القادل الأعلى ناب الأول رئيس الوزراء بتحديد محفظة للقطاعات المتأثرة وللمؤسسات المتأثرة بشكل عام في القطاعات المختلفة في مملكة البحرين فهي كانت أولا تقريبا لجميع القطاعات الموجودة في مملكة البحرين المتأثرة هي كانت شاملة شاملة جاءت طارئة بوقت سريع فشملت الجميع شملت الجميع تصت الصدمة صحيح وطبعا كانت تتركز على المؤسسات الصغيرة ومتنهية الصغر بالتحديد صحيح حينها قدموا على البرنامج أكثر من 26 ألف مؤسسة استفادة من البرنامج أكثر من 15 ألف وستمائة مؤسسة وصرفنا في هذه المحفظة بشكل كامل 40 مليون دينار لهذه البرنامج طبعا كانت مدتنا ثلاثة أشهر احنا أعلننا في بداية فتحنا البرنامج هذا يمكن للتوضيح للسادة المشاهدين بدينا البرنامج في تاريخ 12 أبريل لمدة أسبوعين في مؤسسات رجعوا لنا وإحنا دائما في تمكين آذاننا وغلوبنا مفتوحة للجمهور يجلوننا بملاحظات ما قدرنا نقدم فتحنا مرة أخرى بداية شهر 5 من تاريخ 6-5 إلى تاريخ 11-5 وبعد سنحن المجال في فترة ثالثة في منتصف شهر 5 تقريبا من 16 أو 17-5 إلى 19-5 فترة ثالثة للمؤسسات اللي بعد ما قدرها تتقدم وفي النهاية بعد المؤسسات اللي كان عندها تظلمات تحديات في الموقع ما قدروا يقدمون لأسباب خارجة عن إرادتهم متعلقة بالأمور التقنية والفنية أيضا نظرنا فيهم وسمحنا المجموعة منهم اللي كانوا مستحقين أن يقدم المجموع مثل ما قلت قبل شوي حوالي 15600 مؤسسة تم دعمهم بمحفظة مقدارها 40 مليون دينار مثل ما قلت قبل شوي هدف هذا المحفظة كان حزتها أن التواب هذه الآثار الكورونا تكون واضحة في قطاعات تقريبا كل القطاعات تأثرت من الإجراءات الاحترازية التي أخذتها ملكة البحرين أو فريق البحرين على أساس يوجهون ويمتصون الآثار السلبية لهذه الأزمة صحيا كان هناك آثار سلبية على الجميع قبل إعادة الفتح التي صارت يمكن من مؤخرا في آخر شهر وآخر شهرين فحاولنا قدر الإمكان ندعم هذه المؤسسات ولازلنا مستمرين المرحلة الأولى من البرنامج لازالت دفعاتها مستمرة حق الذي سجلوا شهر خمسة مثلا نحن اليوم شهر سابعة فيستمرون إلى شهر ثماني الذي قدمه شهر أربعة هذا كان آخر شهر له ثلاثة شهر ثلاثة شهر نعم إذن هذه هي المرحلة الأولى وحبنا نذكر فيها لكي ننتقل للمرحلة الثانية التي تم الإعلان عنها مؤخرا و جاءت أيضا بتوجهات من سيري جاءة الملكة المرحلة الثانية التي فهمنا منها ستكون أكثر تحديدا لن تكون شاملة كما كانت المرحلة الأولى ولكن ستوجه إلى القطاعات الأكثر تضررا ياري تشرحها لنا ماذا عن هذه المرحلة ومن هي الفئات المستفيدة وفقا أولا توجيهات اللجنة التنسيقية برياضة الصحف السمول للعهد ناب القادل على ناب الأوريس من السوزراء تم زيادة حجم ميزانية هذه البرنامج خاصة أن مقتضيات المصلحة العامة مثل الشارع التجاري والاقتصادي اليوم نتحدث أن هناك قطاعات اقتصادية لا زالت متأثرة موجزئيا متأثرة شبه كليا أو كليا نتيجة للإجراءات الاحترازية قطاعات اقتصادية لليوم مفتحت لا قادرة تفتح طبعا للمصلحة العامة في نهاية اليوم فبناء على مقتضيات المصلحة العامة تم تكليف صندوق العمل التمكين بزيادة حجم هذه المحفظة على أساس تخدم هذه القطاعات الأكثر تأثر وإذا تسمح لي أتكلم عن ماذا هي هذه القطاعات وأشرح ما بشكل عام أو جهد دعم متوفرة في المرحلة القادمة أولا تشمل هذه القطاعات خمسة قطاعات رئيسية لا زالت متأثرة بشكل تام أو شبه تام من العزمة أولا طبعا عندنا الصالات والأندية الصحية الصالة الأندية رياضية أصف ليس لديها شبه مغلقة أو مغلقة تماما هذه القطاع الإول القطاع الثاني عندنا الصالونات والأندية الصحية اللي ما بين مغلقة تماماً أو بسبب الاحترازات الصحية أيضاً متأثرة الأثرة أعمالها محدودة جداً عندنا المقاهي والمطاعم وهنا قلنا نركز المقاهي المغلقة مرة ثانية يمكن بسبب الاحترازات الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والمطاعم اللي تخدم داخلياً الـ Dine-In على قلاتهم اللي تخدم مو من خلال التوصيل ولا من خلال الشسمة فنحن قلنا نقول هذا القطاع أيضاً متأثرة تأثر شبه كل أو كل تم عندنا مكاتب السفر والسياحة طبعاً بحكم الاحترازات اللي مأخوذة في داخل مملكة البحرين وفي العالم بأجمع في نهاية هذه الجائحة عالمية وأخر شيء معاهد التدريب أيضاً اللي لا زالت متأثرة بشكل شبه كامل بسبب الإجراءات الاحترازية فنحن تركيزنا في المرحلة القادمة على هذه القطاعات الخمسة في أيضاً قطاعات لو بارجع بس للمرحلة السابقة لأن ما ذكرتها كان هناك دعم لسائقي سيارات الأجرة الحافلات مدربي سياقة عملات رياض الأطفال وتم تخصيص محفظتين لهم استفاد منها حوالي 900 بحريني هل هؤلاء فقط كانوا في المرحلة الأولى ولا سيستمرون في المرحلة الثانية يعني إحنا حالياً لازلنا مركزين على المرحلة الأولى ما زالت لم تنتهي في نقاشات داخلية ودراسة لوضعهم في الفترة القادمة ومدى تأثرهم رح نرجع إن شاء الله للجمهور في وقت قريب جداً على أساس نرجع لهم بمدى إمكانية دعمهم أيضاً في الفترة القادمة فأهم إن شاء الله لازالوا في خضم نقاشاتنا الداخلية إذا تسمح لي أتكلم بس هذه القطاعات الخمسة ذكرناها بس آلية الدعم اللي راح تكون لهم وإحنا حالياً خصصين لهم ثلاثة أشياء متكاملة قدر الإمكان على أساس نخفف من وطأة التحديات التي نواجهونها آلية الدعم ومراحلها ومراحلها طبعاً هي مباشرة إحنا بدأنا تقريباً نتواصل مع اللي عندنا إياهم في إحنا حابين نبسط عملية التواصل معهم فبدل ما ننتظر منهم ميوننا إحنا عندنا بياناتهم وقعدين نتواصل معهم بشكل مباشر قدموا علينا في المرحلة الأولى فعندنا كل البيانات الموجودة وبدأنا نتواصل معهم للأمانة من يوم أمس بقائنا نحدد لهم ثلاثة أشياء رقم واحد إحنا بنمدد مدة الدعم من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبنضعفها هذه واحد اثنين يعني كانت ثلاثة تقصد ثلاثة إضافيين ثلاثة أشهر إضافيين وليس تسعة يعني بغضر حتى لا يفهم اثنين طبعاً أولاً قلنا أوشي بنمدد اثنين بنضاعف المبلغ في المؤسسات إحنا كانت المبالغ تبتلي من ثلاثة وخمسين دينار تصل شهرياً بمعدل ألف وخمسين دينار فألف وخمسين تصل إلى ثلاثة دينار اليوم حتى نتكلم عن مضاعفة هذه المبالغ بالضعف فالمؤسسات كان حصل ألف وخمسين دينار بيحصلون ألفين ومئة دينار إلى خرف الثلاثة أشهر القادمة مرة أخرى يعني تفاهوماً منه حق التحديات اللي قاعدين وجهونها هذه المؤسسات في هذه القطاعات بالتحديد فأولاً المدة ثانياً مضاعفة المبلغ ثلاثة أشهر جديدة فتصير مجموعة ستة أشهر مضاعفة المبلغ ذكرنا مثال عليها اللي كانوا ألف وخمسين صاروا ألفين ومئة وهلما جرى على حسب الفئات اللي كانوا يحصلون عليها الدعم وآخر شيء اعتماد الصرف زيارة نطاق البرنامج ففي مؤسسات قبل كنا نعتبرها مؤسسات غير مؤهلة ومستعقل الدعم اليوم قاعدين وسعها قدر الإمكان بعض المؤسسات يمكن أكبر من الحجم المتعرف عليه أو غيرها قاعدين حاول نوسع نطاق الدعم على أساس أن نفيد أكبر عدد من المؤسسات في هذه القطاعات الخمسة يعني تقصد كانت في قطاعات الصغيرة والمتوسطة اليوم في المرحلة الجديدة رح يكون أكثر من ذلك صحيح مؤسسات الكبيرة صحيح كان في بعض المؤسسات مستثناء لعدة أسباب اليوم قاعدين نوسع نطاق هذا البرنامج قدر الإمكان مرة ثانية على أساس لتفهمنا التضرر وقاعد يصير في هذه القطاعات الخمسة بالتحديد فقاعدين نوسع قطاع المؤسسات المستفيدة من القطاعات الخمسة على أساس نصل لعدد أكبر عدد ممكن ونحاول نساعدهم ونكون عون لهم في المرحلة القادمة ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية تم دراسة الوضع صحيح دراسة المرحلة الأولى وكيف حققت أهدافها وإلى أي مدى حققت هذه الأهداف وهل بالفعل كل من حصل كان يستحق ربما هناك من استثنية مثل ما قلت وصارت تظلمات وصارت دراسة وتم إدراجها وهناك بعض الجهات التي استطاعت أن تقف على رجلها وإعادة هيكلتها وفي ناس حتى فيها استفادت أصلا من المرحلة وهي قليلة هذه المرحلة الثانية تم دراستها بالتعاون مع غرفة التجارة بجمعية رجال الأعمال من هي الجهات التي ساهمت في دراسة الوضع الاقتصادي؟ طبعا نحن تمكين منذ اليوم الأول من بدء الآثار السلبية أو بدء آثار هذه الجائحة بشكل عام على مملكة البحرين والعالم كان عندنا لقاءات مستمرة مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالأطر العامة للمؤسسات المؤسسات في القطاع الخاص فكان عندنا اجتماعات وتعاون مباشر مع ممثلين عن تجار أن كانوا في غرفة تجارة صناعة البحرين أو كانوا اللجان المعنية بكل قطاع فالتقينا بالجمعيات المعنية بالقطاعات المختلفة جمعية الصالونات جمعية الأنذية الرياضية جمعية معاهد التدريب جمعية سمها الكثير من هذه المؤسسات رجعون لنا يلسنا معاهم سمعنا مطالبهم سمعنا ملاحظاتهم مرة أخرى تمكين لن تقف عند حد برنامج دعم السمرارية الأعمال نحن مستمرين في طرح البرامج ذات العلاقة باحتياجات الشارع التجاري بشكل عام في هذه القطاعات وغيرها نعطي أولوية طبعا حق القطاعات الأكثر تأثرا هذا اللي خلاننا نعنجل في عملية طرح هذا البرنامج ولكن هذا ليس نهاية الدعم التي تقدم تمكين تمكين وجدت في مملكة البحرين لدعم القطاع الخاص ما الخدمات الأخرى تقدمها تمكين للمؤسسات بشكل عام في ظل هذه الأوضاع نحن اليوم طل عمرك يمكن واحدة من الأشياء المهمة للأسادة المتابعين لهذا البرنامج الكريم يحتاج لنا في بالهم الجائحة لا يعلم مداها لا يعلم هل تستمر أسبوع أو سنة أو عشر سنين واليوم الكل يقول رقم في الإعلام بشكل عام لا مو عشر سنين إن شاء الله إن شاء الله هل نكون متفاعلين إن شاء الله في سبوع هل نقول السنة هذه تكون نهايتها إن شاء الله صحيح ولكن في النهاية الأثر الاقتصادي المتوقع هذه موضوع آخر وفي شيء أبعد بعد هل سلوكيات المستهلكين بشكل عام راح تبقك أو ترجع إلى الوضع اللي كانت عليها ولا راح تتغير في المرحلة القادمة هل إحنا قاعدين نتكلم كورونا عجل من التغيير في سلوكيات المشتريين والمستفيدين والمستخدمين لمختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسات التجارية والصنائية؟ هذي يحتاج دراسة الحقيقي هل تغير أساسا؟ هل تغير أساسا؟ نحن نتكلم عن تعزيز فرصة الابتكار بشكل عام في السوق نحن نطرح في الفترة القادمة استمرارية لبرنامج دعم استمرارية الأعمال للقطاعات المختلفة بعد نتكلم عن خدمات استشارية التي من خلالها نحاول نوضح للجمهور شلون شرع تجاري وأصحاب المؤسسات ورواد الأعمال وغيرهم من المؤسسات المختصة شلون ممكن يتوائمون ويتكيفون في المراحل القادمة طبعا ما قاعد نقول تمكين راح تقدم نفسها نحن نتعاون مع بيوت الخبرة داخل وخارج البحرين فعندنا تعاون مع الكثير من المؤسسات مراثانية داخل وخارج البحرين اللي سوى الدراسات عن الآثار الاقتصادية الجانبية الإيجابية والسلبية طبعا مع وجود التحديات في فرص أيضا فنتكلم عنها بيكون في تقارير موجودة على موقعنا التروني هذه في ناحية من ناحية ثانية بيكون عندنا لقاءات تفاعلية مباشرة بنيب ناس خبراء في البحرين وخارج البحرين يعرفون السوق ويعرفون الفرص المتوافرة والتحديات الموجودة يتكلمون مع الجمهور بشكل مباشر بنسوي برنامج للإرشاد التجاري أو الإرشاد رواد الأعمال فبيكون فيه ما يسمى بالمنترز أو المرشدين على ساس بعد يساعدون أصحاب المؤسسات ورواد الأعمال سيتم إعلان عنها في المراحل القادمة إن شاء الله ولكن أنا قاعد أفصل لك لا تفضل بالعكس نبي يصل للكل بضغط أنا حاب الجمهور يعرف ترى هي مو الدعم المادي فقط اللي راح يساعدك بالاستمرارية اليوم بالعكس أنت ممكن يكون عندك اليوم هل المؤسسات مثلا على سبيل المثال وعذروني أنا فقط قاعد أعطي مثال هل كل المطاعم اليوم قادرة على استفادة من التوصيل هل يمكن استفادة من خدمات التوصيل بشكل أفضل وأكبر هل في استراتيجيات للعمل مثال هل النظام التعليمي اليوم أو المؤسسات معاهرة التدريب قادرة على العمل عن البعد هل يحتاجون دعم فني وليفهم مجال العمل عن بعد الأصحاب المؤسسات اللي عندهم موظفين هل يعرفون العمل عن بعد حق موظفينهم وشلون يستفيدون من إنتاجية موظفينهم واليوم صار شبه واقع معاش 70% اليوم في الحكومة على حسب الإعلان الرسمي 70% من موظفين حكومة يشتغلون عن بعد القطاع الخاص بأرقام مشابهة إذا لم تكن أكبر فمرة ثانية نحن اليوم نتكلم عن الاستفادة الأمثل من الفرص المتوفرة والموارد المتاحة حق القطاع الخاص اللي قد ما تكلفهم أموال بالضرورة ولكن يستفيدون منها لزيارة الإنتاجية والحصول على الربح نقول حق السوق اليوم عندنا فرص جميلة بعد عندنا ناس كان عندهم فرص بسيطة شباب بحرانيين فخورين نحن كلنا بهم يمكن في فترة الأزمة قدروا أنهم يستفيدون من الفرصة ويطرحون حلول تطرح في الخارج من مؤسسات كبيرة وعالمية عندنا بعد شباب قدروا يستفيدون من هذه النوع من الفرص فبعدنا بنوعي الجمهور أنه لم تكلم فقط في التحديات والمشاكل الموجودة ولكن أيضا في فرص تتوفر في وقت التحديات والأزمات مثل ما قلنا فبشكل عام نحن غير الدعم المادي نبي نقول أنه هناك دعم استشاري آني رح نطرح إن شاء الله في المستقبل القريب جدا سيكون في جداول يتم الإعلان عنها من اللي يقدر يشارك فيها كل من هو في القطاع التجاري طبعا يعني على حسب البرامج نحن عندنا ست سبع برامج رئيسية رح نطرحها تحت مضلة الخدمات الاستشارية لدعم سمرارية العمال كلنا على حسب الأغلبها بنحاول نفتحها للجمهور قدر الأمكان في نهاية اليوم هدفنا تمكين الشارع التجاري بشكل عام نعطي خصوصية للقطاعات الأكثر تأثرا نساعدهم قدر الأمكان على أساس يكونوا على ريولهم ويعدون هذه المرحلة نعم رسالتنا اليوم حق الشارع التجاري بشكل عام وحق القطاع الاقتصادي وأصحاب المؤسسات وحتى الموظفين أننا معاكم قدر الأمكان على أساس أن نعدي هذه الأزمة وترجعون حال حياتكم الطبيعية قدر بإذن الله يعني نحن المرحلة الأولى تم تخصيص 40 مليون دينار استفاد منها 15600 مؤسسة بالإضافة إلى محفظتين خاصتين استفاد منهم تقريبا 900 بحرين نحن نتكلم عن 16000 مؤسسة وتسعمائة بحرين نتكلم عن عشرات الآلاف استفادوا من هذه المحفظة نحن نتكلم عن الأسر البحرينية في نهاية اليوم هدف تمكين هو المواطن البحريني فهنا اليوم لما نتكلم عن هذه البرامج ترى قاعد تخدم أسر لا نفكر في الفرد صاحب المؤسسة الذي موظفين استفادوا الفرد الموظف الذي حصل من أصحاب الرخصة التي تفضلت فيها الذي بعد يعيل أسرة في نهاية اليوم فهنا هدفنا في نهاية اليوم المواطن البسيط الذي يمكن لا يعرف أنه فيه شيء قاعد يوصله بشكل مباشر وغير مباشر نحن بعد لا ننظر عن الدعم الشام الذي قادم الدولة اليوم في الثلاثة الشهور الماضية وفي الثلاثة الشهور القادمة من دعم مصاريف الكهرباء والماء أو من إسقاط بعض الرسوم الموجودة على الشارع التجاري من رسوم العمل أو غيرها من الرسوم الموجودة البلدية وغيرها زيادة محفظة سيولة من مئة مليون مضعفتها من مئة مليون إلى مليونين مئة مليون يعني هذا يجب النظر لها بشكل إجمالي بشكل شمولي يعني كل المواطنين البحرين كلها ثمنت هذه الخطوات يعني تثمين عالي ليس فقط الشارع التجاري لأن استمرارية هو كان الهدف يعني التصدي للآثار السلبية الصحية وأيضا تخفيف قدر المستطاع من الآثار الاقتصادية السلبية لجاء أحد كورونا وهذه يعني ما قامت به مملكة البحرين بتوجيهات من سيري جات الملك ويعني اللجنة الوطنية برئاسة سيري سموية العهد يعني نالت استحسان الداخل والخارج ولا شك نحن نبدأ نقول أن هذه الجهود لازم يعني توضح وحجمها يوضح وأعتقد في الفترة القادمة ستتجه لمن يستحقها أكثر الكل يستحق طبعا ولكن الأكثر تضررا ومثل ما اتفضلت رح يكون في مضاعفة للمبالغ الأرقام ليست عندنا يمكن تظهر في الأسبوع القادم إن شاء الله وحينها رح نعلن عنها إن شاء الله يعطيكم العافية تمنى أيضا تحقق المرحلة الثانية والحزمة الجديدة ما حققته المرحلة الأولى والسوق إن شاء الله يعيد اكتشاف نفسه ويعيد التعافي وهي الأزمة يمر بها العالم كله إن شاء الله نكون إحنا من الناس اللي نقدر نتعاطى معها بأفضل طريقة إن شاء الله طبعا إحنا رسالتنا للجمهور من خلال هذه البرامج المختلف اللي قاعدين نحاول نطرحها في هذه الفترة الصعبة تمكين في فترة الرخاء في فترة اللي كنا يمكن اقتصاديا أفضل قبل هذه الجائحة كنا نحاول نتكلم عن تطوير الأعمال كذا اللي قاعدين نتكلم عن استمراريات الأعمال حمايتها واستمراريات حمايتها واستمراريات في المرة القادمة وتمكين رح تكون معاهم إن شاء الله إن شاء الله نكون مع بعض في نهاية اليوم سقوط مؤسسة واحدة صغيرة ومتوسطة معناتها أو متنهية الصغيرة معناتها إحنا قاعدين نخسر البحرين قاعدين تخسر فإننا اليوم نقول لكم طريق البحرين وتأثر على الدورة المتكاملة فإننا اليوم نقول لحق الجمهور ألمكم ألمنا وإننا معاكم خطوة بخطوة إن شاء الله ليس ما نعدي هذه المرحلة ويعني بجهود الكل ليس تمكين فقط طبعا مثلما أنت بنفسك يعني كررت هذه شيء وإن شاء الله تعودون مرة ثانية من مرحلة الحماية والاستمرارية إلى مرحلة التطوير وإن شاء الله اللي نأملها إن شاء الله بعد التعافي بإذن الله شكرا لك سيد الحمد سعيد بوجودك كما شكركم على المتابعة مشاهدين الكرام أتمنى لكم مجازة سعيدة إلى اللقاء شكرا لكم